وصلت إلى محافظة لحج 14 قاطرة محملة بمساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان لغذة والعمال الإنسانية كدفعة أولى من ضمن 20 قاطرة مخصصة لمحافظة وتحتوي السلة على السلع الغذائية الأساسية كما تستهدف المساعدات النازحين واللاجئين والأسرة الفقيرة في عدد من المناطق وكان المركز قد وزع في شهر رمضان الماضي نحو 180 ألف سلة غذائية على عدد المحافظات اليمنية بالإضافة إلى مشروع إفطار الصعيم